أهلاً وسهلاً بكل تلميذات والتلاميذ وأولياء الأمور إذن في إطار استعداد لفروض المرحلة الأولى أو الفرد الأول للدورة الأولى نشوف نموذج للفرد الأول للدورة الأولى لمادة الاجتماعيات للمستوى الرابع ابتدائي ونشوف مكون التاريخ إذن رابط تحميل أتلقى في الوصف على شكل PDF إذن بدأوا اقرأ الوثيقة التالية توجهت مريم إلى أمها فطلبت منها معلومات عن تاريخ أسرتها أجابت الأم في سنة 1978 كان تاريخ ميلادي بعدها بست سنوات ولشت المدرسة وكنت متفوقة في دراستي وحصلت على الشهادة الابتدائية في سنة 1990 وتابعت دراستي إلى أن حصلت على شهادة الباكالوريا سنة 1997 والتحقت بكلية الطب ودرست فيها سبع سنوات وتخرجت منها طبيبة وفي سنة 1800 يعني 2008 تم عقد قيراني بوالدك وبعد ثلاث سنوات من زواجنا رزقنا الله بك يا بنيتي إذا الأم كتحكي لابنتها يعني كتحكي لابنتها عن أنها تزادت سنة 1978 ووراها بالسنين دخلت المدرسة الابتدائية حصلت على الشهادة يعني السادس سنة 1990 من بعد حصلت على الباكالوريا سنة 1997 من بعد دخلت كلية الطب ومن وراها بسبع سنوات خرجات طبيبة وسنة 2008 زوجات وبعدها بثلاث سنوات رزقت يعني كتدرل لابنة ديالة إذن أول حاجة أحيط بخط النوع الرواية التي قدمتها الأم وشو وثيقة مكتوبة؟ وثيقة مصورة؟ أو شهادة شفاهية؟ إذن بالنسبة هنا يعني الأم كتتحكي إذن شفاهيا إذن نوع الوثيقة هي شهادة شفاهية إذن كينا وثيقة مصورة هي عبارة عن سورة مكتوبة كتكون يعني مكتوبة إذن هنا غير كتتعود لها يعني كتحكي لها إذن شفاهيا إذن هي شهادة شفاهية إذن عن شو دابة؟ ما معنى وثيقة مكتوبة؟ وثيقة مكتوبة كل كتابة تسجل أحداثا وقعت في الماضي كل كتابة تسجل أحداثاً وقعت في الماضي باختصار كل كتابة تسجل أحداثاً وقعت في الماضي إذن مزيان عمشو ده بس سؤال الثاني ألاحظ الخط الزمني وأكمله ثم أتميم الجدول تبقى معي الخط الزمني خط زمني دي الوالدة مريم من ولادتها إلى حين يعني ألدت البنت ديالا إذن سنة 1978 يعني تلدت بعدها بايش بست سنوات دخلت إلى المدرسة الابتدائية إذن شنو عنعمل أنزد 1978 زائد ستة شهل عتسوينا؟ عتسوينا 1984 إذن دخلت إلى المدرسة إذن هنا في 1984 في 1990 شنو حصلت؟ على الشهادة الابتدائية السادس في 1997 حصلت على الباكالوريا إذن في سنة هنا شنو عنعملو بايش نعرفو؟ قال لك حصلت في الباكالوريا على سنة 1997 حصلت على شهادة الباكالوريا موراها يعني دخل الطب ويعني موراها سبع سنين قرأت باش ولد طبيبة يعني تخرج الطبيبة إمتى؟ 1997 عند يدع لها سبعة إذن يشحال هي 2004 إذن في 2004 ولد طبيبة 2008 زوجات يعني عقد القيران في 2008 بعدها قتلها يعني متزوجات بثلاث سنوات رزقت بابنة إذن 2008 زائي ثلاثة هي 2011 فهمتش الطريقة؟ يعني على حسب الأحداث اللي كتعود لنا أم ماريم إذن تزادت في 1978 دخلت وراها بسنين مدراسة يعني عن زيت السنين هي 1984 ألف وتعمية وتعين ديجرة كينة يعني كينية سنوات يعني حصلت على الإشاهدة الإبتدائية ألف وتعمية وتسبعة وتسين حصلت على الباكالوريا خليك من وراها قرأت سبع سنين باش تولي طبيبة يعني هادي زائي ثبعة كتولي 2004 هناك كتبين في النص 2008 عقد القيران ومورها الثنين زائت عند بنيتا يعني 2008 زائي ثلاثة سنوات هي 2011 إذن مزيان دبعا نمشيو عنا السنة الحدث إذن عنا نكملو انطلاقا من السوء إذن 1978 يعني تزادت شكولي تزاد أم ماريم إذن ازياد تاريخ تاريخ مادا تاريخ إذن تاريخ ميلاد أم ماريم إذن تاريخ ميلاد أم ماريم إذن عنا نمشيو الولوج إلى المدرسة قلنا الولوج إلى المدرسة في 1984 إذن عنا نكتبوها 1984 ف 1990 الحصول على الشهادة الابتدائية الأحداث الحصول على ماذا؟ الشهادة الابتدائية الحصول على الشهادة الابتدائية إذن 1990 حصول على الشهادة الابتدائية 1997 الحصول على البكالوريا التخرج من كلية الطب كانت إمتى؟ كانت سنة 2004 التخرج من كلية الطب إذن 2004 2008 عقد قيرا الأبوين إذن إمتى تزادت ماريم؟ 2011 2011 نعم إذن عملنا خط زماني هذا خط زماني أفقي في التواريخ من زياد أم ماريم تل زياد ماريم إذن وهنايا عملنا السنة والحدث إذن نتمنى نكلفتكم شكرا وإلى اللقاء موسيقى